نعم هما بيكذبوا عليك هما بيكذبوا عليك عن الانقسام هما بيكذبوا عليك عن البيتكوين وعن أشياء كثيرة وهذه هي طريقة صانع السوق وأغلب اللي قاعد تسمعوا في وسائل الإعلام اليوتيوب وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيق على الإطلاق وفي حلقة اليوم عندي أدلوا إثباتات صادمة عما سيحدث في البيتكوين على المدى القصير قبل ما يكون على المدى الطويل بأم الله تعالى ما عندنا وقت نضيعه توكلنا على الله وفي نهاية حلقة اليوم وراح أعطيك فكرة تداول نشرت في القناة الخاصة وسأقوم بنشر على الحسابات العامة بشكل مجاني كبونس لهذه الحلقة في حلقة اليوم راح نتكلم عن ثلاثة شارتات متعلقة بالبيتكوين بشكل جدا سريع ومبسط عشان نعف البيتكوين فين رايح على المدى الطويل المتوسط والقصير راح نتكلم عن البيتكوين على التشارت الشهري ثم على التشارت الأسبوعي وبعد ذلك على التشارت الأربع ساعات ونبدأ بالتشارت الشهري ليش التشارت الشهري مهم؟ لأنه يوذين البيتكوين فين متجه بشكل عام بصورة عامة على المدى البعيد علشان تكون أرض المعركة واضحة بالنسبة لنا بعد ذلك تبدأ لنا الفريمات القصيرة أو الصغيرة هذي نكسرها شيئا فجيئا بالنسبة للتشارت الشهري خلينا أشرح لك المعطيات اللي موجودة على التشارت علشان بعد ذلك لما نركب المعطيات هذه مع بعض تعرف إيش تعني هذه المعطيات مع بعض أول شي عندنا هذه المنطقة اللي تشوفها هنا هذا رأس معكوس هذا كتف أيسر معكوس وهنا كتف أيمن معكوس بعد ذلك عندنا هذا الشكل أو هذا النموذج هو آدم ثم هذا النموذج هو حواء بعد ذلك عندنا هذا النموذج كب أو كوب بعد ذلك عندنا العروة تكمل أو تستكمل هنا تشوف هنا مكتوب عندك نسبة الجلد 45% هذا يعني أو المقصود به هو نسبة التصحيح في عام 2021 كانت 45% هنا نشوف عندك نسبة الجلدة المتوقعة أو نسبة التصحيح المتوقعة من دون أفلام واللي راح نشرح هذا الكلام يعني إيش لاحقا 25 إلى 35% الآن نبدأ نركب المعطيات هذه مع بعض بعد ذلك عندك خط الدفاع الأخير اللي هو اللاس دانس اللي هو عند 45 ألف دولار أمريكي تقريبا عندك منطقة تضخم لنقات جدا عالية من بين الـ 50 إلى الـ 45 ألف دولار أمريكي تقريبا ثم بعد ذلك عندك نقطة التحول 64 ألف دولار أمريكي لتصحيح عميق مشروط ثم بعد ذلك عندك الـ 64 ألف دولار أمريكي وهي نقطة تحول لتصحيح عميق مشروط بإغلاق أسبوعي 62500 دولار أمريكي وهذا راح نفصل فيها لاحقا ثم عندك ما بين 900 ألف هذه الماركت سيكولوجي أو الحظ بين النفسي وهواها هذا الرجل ما راح نفصل فيه لاحقا ثم عندنا هدف نموذج آدم وحوة ورأس والكتفين المعكوسة اللي تكلمنا عنها هنا وأيضا الكب والهاندل أو الكوب والعروة اللي تكلمنا عنها هنا الآن إن تعرفت معنى كل معطى موجود أمامك على الشارت خلينا نربطهم ونركبهم سوا الآن البيتكوين يتداول عنده 62400 دولار أمريكي تقريبا السيناريوهات الواردة أمام البيتكوين هي ثلاث سيناريوهات محتملة وراح أقول لك إيش أقل هذه السيناريوهات احتمالا السيناريو الأول هو أن يستكمل البيتكوين صعود من هذه المناطق من دون أي تصحيح فعلي وواقعي وفي هذه الحالة إذا سواها هذا معناته أنه يفعل نموذج آدم السبع اللي تشوفه هنا وحواء هذا يعني أنه هدف هذا النموذج هو 115 ألف دولار أمريكي طبعا هذا السيناريو احتمالية قليلة ليش؟ لأنه صعب جدا أن يستمر البيتكوين بالوصول إلى هذه الأرقام من دون تصحيح فعلي أضف إلى ذلك هل فعلا المنصات راح ترضى وراح توافق أن البيتكوين يصعد إلى هذه الأماكن من دون تسييل لأنه عندنا إحنا منطقة تضخم لنقات جدا عالية ما بيننا 55 ألف دولار أمريكي لكن هذا السيناريو موجود السيناريو الثاني اللي موجود عندنا هو سيناريو تصحيح ثم يليه الصعود وهذا ينقسم إلى سيناريوهين أو إلى نوعين مختلفة النوع الأول أنه يكتفي البيتكوين بالتصحيح لتكوين العروة أو الهاندل اللي موجودة هنا وطبعا هذا يشمل من هذه المناطق وحتى مناطق الخمسين ألف دولار أمريكي ممكن يسوي الهاندل أكثر أو أقل ثم بعد ذلك يتجه صعودا لهدف الكب والهاندل اللي هو 123 ألف دولار أمريكي هذا السيناريو الثالث السيناريو الثالث لا أنه يكمل عملية التصحيح ولكن التصحيح يكون أعمق من كوله عروة فقط أو هاندل فقط للكب اللي موجود هنا ثم يذهب لتكوين الكتف الأيمن المعكوس عشان يكون عندنا رأس وكتفين معكوسة ولكن هذا يحصل بديول وليس بإغلاق شهري تحت منطقة الـ 45 ألف دولار أمريكي واحش راح لك بعدين ليش ثم يستكمل الصعود توجها إلى هدف رأس والكتفين المعكوسة 123 ألف دولار أمريكي تقريبا طيب ليش أنا قلت من دون إغلاق تحت الـ 45 ألف دولار أمريكي طبعا إحنا الآن تكلمنا عن النماذج الصاعدة والسيناريوهات الصاعدة خلينا نفصل شوية في التصحيح عندنا أول شيء نقطة تحول للتصحيح العميق هو هذه المنطقة الصفر اللي تشوفها هنا واللي أريد أن يقاعد البيتكوين شغال عليها الآن واللي حدها سفل الـ 64 ألف دولار أمريكي ولكن إذا أغلق البيتكوين شهريا تحت هذه المناطق هذه تعتبر نقطة تحول كبيرة لتصحيح عميق مشروط بإغلاق أسبوعي أيضا للبيتكوين عند الـ 62 ألف و 500 دولار أمريكي إذا حصل ذلك فهذا يعني أنه إحنا دخلين على تصحيح عميق هذا التصحيح قد يمتد إلى مناطق تضخم اللونغات والتي تحد بـ 50 إلى 45 ألف دولار أمريكي بعد ذلك يا طويل العمو والسلامة عندنا خط الدفاع الأخير أو اللاس دانس عند الـ 45 ألف دولار أمريكي إغلاق البيتكوين شهريا تحت هذه المنطقة هذا يعني النسبة الجلد أو التصحيح المتوقع ستصبح بأفلام وستجتازر 35% وهذا راح يدخلنا فيه متاهات وراح يدخلنا فيه تصحيح عميق جدا طيب إيش هي الأفلام اللي ممكن تصير ركود اقتصادي إفلاس منصات انهيار عملات ومشاريع كبيرة حرب كبيرة مشاكل جيوسياسية أمراض فيروسات وما إلى ذلك من الأخبار طيب إحنا الآن كشفنا أرض المعركة بشكل عام وكشفنا الحركة بشكل عام خلينا الآن نتكلم عن البيتكوين على المدى الأسبوعي أو الفاصل الأسبوعي بالنسبة للبيتكوين على الفاصل الأسبوعي طبعا هذا الاتشار تنشر في القناة الخاصة ولم ينشر في القناة العام لكن خلينا أشاركه معاك بصورة عام البيتكوين يتداول تقريبا على نفس المناطق عند النشر هذا الاتشار اللي هو تقريبا 63 ألف دولار أمريكي ونلاحظ أن البيتكوين أمامه سيناريوين ممكنة على الفاصل الأسبوعي السيناريو الأول الموجود عندنا هو تكوين قمة مزدوجة بارتفاع تصريفي إلى تقريبا مناطق 71 ألف دولار وخمسمائة ثم ابتداء التصحيح أما السيناريو الثاني هو تكوين رأسه كتفين بارتفاع حتى يصل إلى 97 إلى 82 ألف دولار أمريكي ثم يلي ذلك هبوط ولكن هذا الهبوط يكون عنيف وسريع جدا فإحنا الآن في وقت جدا حرج وفي وقت تذبذب حاج جدا أما بالنسبة للبيتكوين على فاصل الأربع ساعات عندنا البيتكوين تحت تكوين وتدهابط ولو تلاحظ الآن البيتكوين في حرب بسوس ما بين أهم المقاومات وأهم الدعوم اللي تشوفها أمامك فلا زال هناك تذبذب وارد جدا وقد يكون حاد أيضا حابة أشارك معاكم فكرة تداول نشرت في القناة الخاصة وجهة نظر وليست نصيحة وحبيت أن أنشرها في الحسابات المجانية ومن ضمنها هذه الحلقة طبعا لا تنسي أنه هذه في نهاية المطاف فكرة تداول فكرة تداول شيء مختلف عن الاستثمار الاستثمار يكون على مدى طويل فكرة تداول هي أنك كيف تستغل موجة ما فهذا شيء وهذا شيء مختلف يعني فكرة تداول هذه ممكن تمثل شمعة وحدة شهرية أو شمعة وحدة أسبوعية لأن العملة زي ما تشوفها اللي راح نتكلم عنها هي بيتكوين يوز دي تي أسعار الشراء 58 إلى 64 ألف دولار أمريكي ومناطق الخروج زي ما تشوف أمامك من 67 إلى 82 ألف دولار أمريكي وقف الخسارة هو بإغلاق أسبوعي تحت 50 ألف و 400 دولار أمريكي ملاحظتين هامة الملاحظة الأولى أنه تم تحليل هذه العملة على تشارط منصة أوكي إكس فتفاعلها مع باقي المنصات غير دقيق فإذا عندك حساب في منصة أوكي إكس تقدر تطلع على فكرة التداول هذه وإذا ما عندك حساب في منصة أوكي إكس راح تراقي رابط موجود في صندوق الوصف إذا استعملت هذا بابط رقم واحد راح يسأل عندك حساب منصة كي إكس رقم اثنين راح تحصل على مكافآت حصرية المستقيمين الجدد والتي قد تكون عملات رقمية فبالتالي زيادة الخير خيرين الأمور الثاني بالنسبة لأفكار التداول هذا بحر جدا كبير فيه ناس ممكن تخرج عند الهدف الأول فيه ناس تقسم الأهداف بنسبة مئوية فيه ناس تتحكم بوقف الخسارة لأنه ممكن ما نوصل إلا للهدف الأول أو إلا إلى الهدف الثاني وهكذا مثلا إذا وصلت للهدف الأول يتم رفع وقف الخسارة فوق منطقة الدخول إذا وصلت إلى الثاني يتم رفع وقف الخسارة إلى الهدف الأول وهكذا وزي ما نشوف عالية الخطورة بسبب وضع البيتكونا راهن وأنت المتحكم بكل شيء ومن ذلك وقف الخسارة قبل ما نختم حلقة اليوم حاب أذكرك أن البوت اللي فتحنا على بوت 3 كومز لا زال بضغم من الانهيارات الأخيرة اللي حصلت تشغال إلى الآن وإذا ما نتعرف إحنا قاعدين نتكلم على إيش روح لهذه الحلقة اللي تلاقيه في قناة اليوتيوب هي اللي فتحنا فيها البوت اللي أنا ذكرته لك وإذا حابب شرح مفصل أكثر وأكثر لبوت 3 كومز عندنا شرح يشتاز النصف ساعة أو 30 دقيقة في الضابط اللي موجود عندك في صندوق الوصف هذا ولا تنسي أنه 3 كومز حط أسعار جدا رمزية أصلا على أسعار الاشتراكات في البوتات حقتها لكن إذا استعملت هذا الضابط اللي موجود في صندوق الوصف وح تحصل على خصم 10% على أول اشتراك شهري أو 50% على أول اشتراك سنوي يا هذا أو هذا طبعا الفترة الأخيرة ومشاء الله تفكر الله المشاهدات أصبحت جدا عالية خصوصا على الحلقات المتعلقة بالعملات البديلة زي مثلا هذه الحلقة اللي تشوفها أمامك وأيضا حلقة العملات الصفرية فإذا حاب بما أنه حاليا نسوك في هبوط وتصحيح أنه نسوي حلقة ثانية أو جزء ثاني للعملات الصفرية بحيث أنه ممكن نستغل الهبوط الحاصل حاليا مطلوب منك ثلاثة أشياء فضلا وليس أمورنا رقم واحد تكتب لي تحت في التعليقات أنك نعم تريد قائمة أخرى لعملات صفرية رقم اثنين تعطي هذا الفيديو إعجاب إذا شفت أنه يستحق الإعجاب ورقم ثلاثة تفعل جرس التنبيهات إذا مشترك في قناة اليوتيوب وإذا غير مشترك في قناة اليوتيوب تشترك ثم تفعل جرس التنبيهات بكذا نعف إذا فعلا في قابلية أم لا لهذا الأمر في آمان الله